هنتقل مع حضراتكو لموضوع آخر طيب نروح للرياضة شوي كنا نروح لمهرجان كانوا لكن سريعا كده نروح للرياضة ونشوف أخبار حراس المرمى إيه فترة الأخيرة بالنسبة لنا بتدينا نشوف الحراس المرمى في بعض منهم بيومنا بإصابة البعض الآخر بيخرج عن التفاصيل الخاصة بحراسة المرمى اللي هي علاقة أنه الحارس ما يحتكش مع اللاعب الآخر خاصة بدون كرة أنا عندي أسئلة كتير في الموضوع ده وخاصة لما يكون اللعيبة دول في منتخب مصر هنا بيجي للفكر هل المايندسات بتاعنا هل التدريب إيه اللي بيكون الدافع وراء أنه الحارس أنه هو يرتكب مثل هذه الأفعال كابتن فكري صالح الجنرال حراس المرمى في مصر مدرب حراس مرمى منتخب مصر أهلا بيك يا كابتن فكري أهلا يا كابتن حبة الصباح الكهيرة على حضرتك أخبار نادي زد إيه؟ الحمد لله رب العالمين حضرتك طبعا رئيس منظومة حراس المرمى هناك؟ المشرف العام على كل حراسة المرمى في منظومة زد وأنا بأعتبرها هي لقدر من الله والحمد لله هي منظومة أوروبية على أرض مصرية موفق دايما يا كابتن فكري ودايما بنسعد بوجود حضرتك وبنتشرف بوجود قامة زي حريك معانا في تمانية الصبح سواء بالحضور أو من خلال المداخلات هذا صرف عظيم لي يا كابتن الله يعزي حضرتك كابتن يعني لو حس الفترة الأخيرة أنه يعني فيه تدخل عنيف كده من حراس المرمى مع زمالهم في الفرق الأخرى تفسير حريك إيه للظاهرة دي؟ والله الظاهرة دي الظمن هي محتاجة إعداد نفسي يعني إعداد نفسي من المدرّر إن الدوري عشان كل تلاتية مباراة فيه ضغوط على على حراس المرمى فبالثالي على مدردي دير حراس إنه يراعوا الحتة النفسية قلني يبقى فيه إعداد نفسي للحارس يعني أنا كنت في الحتة دي دايماً أقول لي اللي ما يباش هاد الأعصاب يدور على مكان تاني جير حارس المرمى دايماً المقولة كنت أقولها وأنا أثناء شغل يعني دايماً حارس المرمى يبعد نفسه عن أي مشاكل يبعد نفسه عن أي حاجة لأنه هو مجرد ما بيتوتر يا كابتن هبة بيطلع عن القرار الصحيح خلاص ما يدارش ثبت خطوب منه على الناحية التانية إنه هو ينمي مهارة السبات الانفعالي ما هو أنا عشان دي لو في مباراة دولية هتكلف فريقه كتير أتكلف المعظم ما أعمل أي موقف وأخذ كارث أحمر وأخرج حتى في الاتي كنادي أو كمتخب ما أنا خصرت النادي أو خصرت المنتخب بتصرف ما ينفعش مع البوزيشن اللي أنا بلعب فيه يعني البوزيشن اللي أنا بلعب فيه المفروض يكون دايماً أنا بعيد عن أي مشكلة عشان أقدر أنا عندي ثبات مسعالي وبالتالي أقدر أخذ القرار الصحي في أي موقف وده اللي بيفرق الحارس الخبرة عن أي حارس تاني والله هي عايزة لإني برضو فيه حراس خبرة يعني أنا فترة وأنا بشتغل مع أطام الخضري يمكن الفترة الأخيرة اللي هي آخر سنة دي أنا ما بقى وبعد يندخل المنتخب عندما كان معي البوزيشن اللي كان بعيد خالص عن أي تواصل ليه؟ لأني ده بقول دور المدرب اللي بيشتغل مع الحارس إن ده إزاي تسيطر عليه إن هو يسيطر على أي مواقف يعني يعني كان ممكن الأول إخذ مثلاً كارت برض قبل كده في إثناء بمجرد ما جيوا دي دي بقى بيعد خالص عن الحصة السيبة هنا باتكلم على دور المدرب إزاي تتحافظ على ثبات المفعالي بتاع حارس المرمى بتاعك المرمى ما شفنا الموقفين دول مع حراس كبارة عندنا زي محمد الشناوي وزي صبحي دول طبعاً حراس منتخب مصر فلابد من تنمية مهارة الثبات المفعالي زي محرك تفضلته والإعداد النفس يكون جيد جداً طبعاً إحنا عارفين إن في إصابة دلوقتي الشناوي بيعاني منها ومش هيشارك في مباراة الترجي فعايز أسأل برضو حراك سؤال مين يكون البديل طبعاً إصابته هي شدة في السمانة سمانة وممكن تعود من أسبوعين لثلاث أسابيع وده حسب درجة الشاد طبعاً أنا معديش مشكلة لإني أنا عندي إتقاءة كبيرة جداً في إبني علي رصفي ويمكن الموقف ده كان تنهبها مرة جاء لشناوي كورونا كان قابله مباراة الأهلي والزمالك بي ومين وقلنا مين وعياه وي 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 علي نزل المباراة دي وأثبت جدارة والأهلي كسب هذه المباراة كسب الزمالك هذه المباراة فأنا معديش أي مشكلة بالنسبة علي على ثقة صبيرة جداً وكل المواقف اللي النادي الأهلي أحتاجوا فيها لقوه فيعني أنا شايف إن الموضوع دي جداً ولكن تعرفت الميديا بتكبر المواضيع أنه منع كل ثقة في علي رصفي وطبعاً بتمنى الشفاء العجل لمحمد الشناوي ابني وإن شاء الله يرجع حقهم الأول لكن زي ما حاليا كنت بتقول من شوية كابتن فكري وراء كل حارس اسم كبير وسايب باصمة كبيرة في الملعب وقدر إن هو يثبت نفسه وراء مدرب حراس قوي وقدر إن هو يعده بشكل كبير جداً فمين هنا السؤال بقى؟ مين أفضل مدرب حراس المرمى حالياً في مصر من وجهة نظر شيخ مدربي حراس المرمى في مصر؟ وعايزة برضو أسأل حكي سؤال متداخل معاه إيه رأيك في مدرب حراس المرمى في النادي الأهلي لينك؟ هو طبعاً ينكن مدرب النادي الأهلي مدرب كويس ولكن أنا مع وجود المدرب المصري في مصر يعني أنا دسته مع المدرب أجنبي ليه؟ لأن لغة الحسيس ولغة التخاطب دايماً حيبقى نايزها شيء من مدرب أجنبي وعملة من عملكة مصر إنما ما بيبقى المدرب المصري موجود وخطة ما يبقى كفر لأنه بيبقى التأثير أقوى على حارس المرمى من يكون المدرب بتاعه أجنبي لإني حيبقى دايماً في نقطة مش موجودة اللي هي نقطة الاتصال دايماً حتبقى مفقودة بين المدرب الأجنبي وبين هو يمكن ميزة ينكن إنه دخل بسرعة بقى مصري يعني يعني حتى تلاقي بس دي ميزة لي ولا لنا؟ لا لا هي ميزة لي وميزة طبعاً لجوان النادي الأهلي أبا كان في إطار التدريب آآ آآ يعني اللي هو عرب المسافة اللي هي الحتة اللي أنا بقول آآ اللي هي بقول اللي أنا أنا لا أحبز وجود مدرس أجنبي طب مين الأفضل بين مدربي حراس المرمى؟ لا في مجموعة كتير لا 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 ده أنا عشان أقول اسمي بقى يعني أنا عارفة حريك ديبلوماسي من الدرجة الأولى لكن برضو هسأل حضرتك طب يعني ممكن أستشف ده بأن أنا أسألك مين دلوقتي حارس رقم واحد وحارس رقم اتنين في مصر والله أنا بالنهاردة اللي موجود على الساحة محمد وحمد شناوي يعني محمد شناوي محمد شناوي شناوي صبحي يعني هم 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 الثلاثة دول الموجودين اللي هم حالياً دلوقتي اللي هم بيلعبوا ومباراة مؤثرة يعني أرضى النادي الأهل بيلعب مباراة مؤثرة مباراة مثلاً زي ما شفناها في الإمارات سوبط بين أحمد ومحمد يعني طميم أحمد شناوي ومحمد شناوي فالموجود محمد شناوي طب حارس المقولين لا طبعاً في حراس مرمى يعني عادل كمان أحمد عادل طالع بنعم الإسماعيلي طالع طالع كويسة أو البالومات لا يعني لو حتكلم عن الحراس في حراس مرمى ما شاء الله عليهم وخلي بالك اللي فيه تتابع جيال يعني فيه منتخب أولومبي ما شاء الله وده المهم اه فيه حراس مرمى النادي الآلي فيه اثنين حراس مرمى غير مصطفى كمان شبير اه يعني حيبالهم مستقبل بير حمزة وواحد ثاني فلا مستقبل حراسة المرمى في مصر بخير اه مدربين بخير لاني كان لي بالك ان مدربين حراس المرمى وده اللي أنا كنت من خمس سنين بحث يعني ساعية ان انا نعملها ان مدرب حراس المرمى يبقى مصطفى ويبقى بمشتغال بعيلن وكنت بحاول اعمل الورشات اللي أنا بعملها عشان اواصل خبرات الخمسة واربعين سنة الى هذين مدربين نوعية المدرب المصري دلوقتي مدرب حراس المصطفى اللي بيشتغل بعلم ده مردوده بيكون على اللاعب على طول انا بشكرك شكرا جزيلا جنرال الحراس مدرب حراس مرمى منتخب مصر اصبح كابتن فكري صالح بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا شرفتنا على هواء تمانية الصبح شكرا جزيلا